اشتركوا في القناة انه بالاضافة لسرية تدخلات الفائدة عدد كبير من الفنانين كيتم منح الاولوية في عدد من تكريمات الى الرواد واكد على انه حتى لا تبقى هات تدخلات ذات طبيعة شخصية فردية وانسانية فقط فقد تم التفكير في جعلها قانونية تتخضع الشروط محددة ولهذا الغاية سيقوم باحدات مؤسسة للرعاية الاجتماعية للفنانين وهي سيتكفل بالمشاكل الاجتماعية لهذه الفئة والتدخل المساعدة ورعاية الفنانين في وضعية صحية او اجتماعية صعبة واكد بالسعيد ارتباطا بجوابه عن اوضاع الفنانين المغاربة ان المبادرات لاطلقها وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال الفترة الماضية وحتى الان وذلك في اطار دعم الفنانين عبر تنزيل مفهوم تصنيع ثقافي وجعل هذا القطاع منتج ومساهم في النمو الاقتصادي بدل اعتباره فقط قطاع اجتماعي كما هو عليه الوضع اليوم بعد نهاية هذا الخبر تبقى وعلى خير